محافظة لقصر واحدة من احدث المحافظات اللي موجودة في بلدنا وايضا من المحافظة اللي ليها يعني ملك واسع جدا من المناطق الاثرية تده تقول ان لقصر كلها كده عيمة على بحر من الاثار والثقافة والتاريخ مغارة علي بابا موجودة في لقصر لو عرفنا نستخدمها ونستفيد بيها في السياحة هتحول اهالي لقصر بل بلدنا كلها لمستوى اخر لكن اهمال في الخدمات اهمال في المناطق السياحية اهمال في الطرق اهمال للمواطن في لقصر وصلت نسب الفقر في محافظة لقصر ل37.7% حسب كلام المركزي للإحسان يوم سيادة المحافظة اللي هو المهندس عبد المطلب عمار يقول ان هو عنده خطة او بدأ في خطة لتطوير كورنيش النيل والمناطق المحيطة بمعبد إسنا اما قريت هذا البيان الصادر عن دوان عام المحافظة المزيل بامضة السيد المحافظ قال لك تلقينا تكلفات من السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة تطوير كورنيش النيل في إسنا خلال هذا العام او في لقصر خلال هذا العام يا اخي لما تقعد تقرأ كده مصطفى مدبولي في القاهرة بعد تكلفات مباشرة السيد محافظ لقصر عشان يطور الكورنيش دي اكيد فيها انا دي على طول كده تحس ان فيها زيارة قريب للسيسي للمنطقة دي مش محتاجة في ايه يقول لكن سيد رئيس مجلس الوزراء سايب الصرف الصحي اللي غرقانه مغرق شوارع إسنا والمواطن اللي بيشرب من المجاري ويدي تكلفات بتطوير هذا الكورنيش النيل لاغرب من كده من في 2021 اتطور هذا الكورنيش وتفتح في 2022 يعني قبل سنتين بتكلفة 185 مليون جنيه مصري كان بداية المشروع في 21 وفتحوه في 2022 صرفوا عليه 185 مليون جنيه معداش سنتين جاي تكليف من السيد رئيس مجلس الوزراء شوف كده الصفحة الرسمية لمحافظة مش عارف ايه لقصر تكلفات من رئيس مجلس الوزراء بتطوير كورنيش اثنى ورفع كفاءة الشارع المؤدي للمعبد والمنطقة المحيطة يا بيه بقولك لقصر 75% من الوحدات الصحية فيها الشغال 37.7 من 10 نسب الفقر فيها تغطية المية الحلوة المية النظيفة رغم ان لقصر دي في اول الرشا تاني محافظة في النيل الناس مش لقيا مية نظيفة تشربها وصورة سيادة المحافظ وصورة سيادة رئيس مجلس الوزراء بس عايزك تقرأ تعليقات الناس على تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتطوير الكورنيش رمضان بيقولهم هل تعلم معالي الوزير ان 90% من قرى اسنى ونجوعها لم يدخلها الصرف الصحي مع وجود المية الجوفية اللي حطامت المنازل وايضا الغاز الطبيعي مع انهيار كامل للبنية التحتية والمية والكهرباء الى اخرى نرجو الاهتمام باكبر مركز في المحافظة واللي بيمثل 45% من السكان الشازلي بيقوله سيادة المحافظ احتاجين زيارة الارمانت حيط ومعرفة احتياجاتها من استكمال صرف وطرق وتطوير المعبد الاثري واستكمال واصلات الغاز الطبيعي اما ايمن بيقوله اثناء الزيارة تم غلق الشوارع ومنع الاهالي الحقيقيين من عرض مشاكلهم ده طبعا كانت في زيارة سيادة الوزير فين الصرف الصحي للمنطقة المحيطة بالمعبد ربنا يخلف الزنون ايضا طيب دي كانت بعض من التعليقات على بيان المحافظة طبعا بيان المحافظة جاي بصورة مصطفى مدبولي وصورة سيادة المحافظ وكانهم يعني جايبين الديب من ديله دخلوا الناس انا اسف مسحوا بيهم الصفحة يا بشا لا فيه صرف صحي تسعين في المية من القرى ما فيهاش صرف صحي الغازم الشغال المجالي طفحانه ده انت لما جيت تزور المنطقة قفلوا الشارع عشان المواطنين مايجيش يتكلموا لسه مفتتح التطوير قبل سنتين بمية خمسة وتمانين مليون جنيه وعايز تطور طب ما عليش انا اسف سيب الكورنيش ده دي الوقتي تعالى شرب الناس مايه نضيفه شوف كده الخبر حطيلي بقى الاخبار دي ورا بعضها قرى شارع اسنا بتنتظر التطوير الصرف الصحي نقص الخدمات ابرز المشاكل اللي بتواجه اهالي اسنا اللي بيتطوروا لهم كورنيش النيل المرة التانية مية لقصر في شهر تمانية بتناقش مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى اسنا واللي واقف بقاله 13 سنة خبر اللي بعده ايضا رغم ان الحكومة بتقول انها صرفت واحد وستة من عشرة مليار جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في اسنا لان واقف بقاله 13 سنة ومية المجاري بتنذر بكرسة في بعض الاماكن ومنها قرية الدير بلقصر والمسؤولين للأسف مش فضيين ولما حد يكلمهم يقولهم خفيفوا الاستخدام تم مش كام من باب اولى سيادة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ الدكتور المبجل مصطفى مدبولي طالما بيبعد تكليفات والتكليفات بتتنفذ في وقتها كان يبعد تكليف بحل مشكلة الصرف الصحي في اسنا طب حل مشكلة المية في لقصر طب توفير وحدات صحية للمواطن طب حل مشكلة المية النظيفة والغاز الصحي والغاز الطبيعي لا مفيش الكلام ده احنا دولة اللقطة وحكومة اللقطة هنعمل الكورنيش عشان يبقى شكله حلو في مدخل اسنا المواطن في اسنا من جوه لا عادي يغرق في الصرف الصحة ويشرب من المجاري عادي جدا وطبيعي جدا المواطنين متعودين على كتب بنا يخلصنا منكم على خير عشان احنا بالفعل المواطن في صعيد البلاد جاب اخره اشتركوا في القناة